الفيديو ده رسالة لكل الناس اللي طلع لها has not been selected واكتقبت وزعلت واتضيقت وبعطولي مسجات كتير بيقولولي انا ليه متقبلتش انا ممكن اقدم تظلم انا ممكن اعرف ايه الاسباب اللي متقبلونيش عشانها انا صورتي كان فيها مشكلة فهل ده ممكن يكون هو السبب انا كنت شاكك ان هي مش مظبوطة او انا كانت مقدم بيانات فيها اغلطات فممكن يكون ده السبب انا عايز اقول لك اولا انت مترفضتش انت بس ما تمش اختيارك في اختيار عشوائي جدا الكمبيوتر من ضمن ناس كتيرة قوي بتقدم بيختار عشوائيا مجموعة صغيرة من الناس دي علشان تتقبل في الهجرة فانت مترفضتش يعني محدش مسك ورقتك كده وقال اه ده عنده كذا وكذا فانا مش هقبله السيناريو ده ما حصلش كل الموضوع ان الكمبيوتر بيختار عدد العدد ده قليل اقل بكتير من العدد الكبير اللي بتقدم فالطبيعي ان احنا ما نتقبلش يعني العادي والاساسي ان احنا ما نتقبلش لما نتقبل دي بقى الطفرة يعني دي الحاجة المختلفة اللي بتحصل ان احنا في حد يتقبل دي الحاجة الغريبة يعني النسبة القليلة لكن العادي وحتى النسبة يعني انا صالت عندي على الانستجرام كم واحد اتقبل النسبة يعني تكاد تكون واحد لمية من الرسائل اللي جاك لي واحد اتقبل وصادمية متقبلوش فده العادي وده الطبيعي وده اللي حيحصل وبيحصل دايما فانتو متعقدوش نفسكو ان احنا متقبلناش فده نهايته الدنيا والدنيا هتقف على كده لأ خالص كل حاجة في الدنيا مليانة فرص ملهاش علاقة بحاجة واحدة يعني مفيش طريق واحد هو ده اللي حينجحني وهو ده اللي حيحسن حياتي وهو ده اللي حيغير حياتي في مليون فرصة كل يوم قدامنا لو استغلنا اي واحدة فيها ان شاء الله حياتنا هتبقى احسن وحنقدر ان احنا نشتغل عليها ونحسنها انا بكلمكم النهاردة علشان انا يعني اتضايقت على الناس الكتير اللي بعتاني محبطة وحسن ان دنيتها كده خلاص وقفت وانا يعني متضايق وزعلان وحعمل ايه وانا كان عندي امل وكنت نفسي اسافر انا يا جماعة من اول يوم ومن اول فيديو انا قلتلكو ما تبقفش حياتك على الهجرة الهجرة دي ما تفكرش فيها غير يومين في السنة يوم ما انت بتقدم ويوم ما انت بتبص على النتيجة وكمان وانت بتقدم تقدم وانت عارف ان هي مش جاية وانت بتبص على النتيجة بتبص تحصيل حاصل يمكن تيجي ماينفعش تفكر في الهجرة العشوائية بطريقة اكتر من كده يعني ماينفعش يبقى انت تموحك في الهجرة اكتر من كده والله يبقى يوم ما تحصل التفرة دي عندك وتيجي خير وبركة ويفرح والدنيا تبقى زي الفل ما جاتش خلاص أنا مكمل بقى حياتي عادي ومش معتمد على الموضوع ده خالص لو أنت يعني حاطت أمل على الهجرة أكتر من كده فلازم تفكر في طرق جديد أكتر من الهجرة العشوائية واللوتري لأنه زي ما قلنا لكم هو الموضوع كله عبارة عن حاجة عشوائية وعدد كبير بيقدم وعدد قليل قوي بيتقبل فالطبيعي جدا 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 أننا فرصتنا قليلة كلنا وأنا كمان قلت لكم أن أنا قدمت الخمس سنين عبل ما تقبلته وفي ناس بشوفهم على الجروبس بيقدموا بقالهم عشرة وعشرين سنة وما تقبلوش أنا أصلا عايز أقول للي تقبلوا ما توقفوش حياتكو على الهجرة يعني ربنا يوفق الجميع ويا رب كل اللي نفسه يسافر يسافر بس إحنا حتى الآن وأنا نفسي حتى الآن معرفش إذا كنت حسافر ولا لا وأي حد تقبل مش متأكد أنه هيوصل لخطوة السفر يعني دايما بينصحونا أن أنت ما تبقاش متأكد أن أنت سفرت غير لما تاخد ختمة دخول هناك لما توصل أمريكا تتأكد أن أنت كده خلاص بقى تمام دخلت لكن قبل كده أنت في عندك خمسين احتمال أن أنت لقدر الله الموضوع يقف فيعني أنا مش بعقدكم ولا بحسسكم أن الدنيا سودوية بس أنا بخليكم تفكروا شوية بالعقل يعني نفرمل شوية فكرة الأحلام الوردية والحاجات دي ونفكر شوية بهدوء بالعقل ودايما يبقى عندنا بلان بي يعني أنا مقبولة من السنة اللي فاتت بس قدمت الإبني على مدرسة علشان هو وصل للسن التقديم للكيجي فأنا ما كانش ينفع مثلا أعتمد أنه أنا تمام أنا حسافر وهو سنه هناك حيبقى سن المدرسة طب افرد ما سافرتش أنا حاجي بعد كده أقول ضيعت على إبني سنة وحعمل إيه وحتصرف إزاي فلازم أنت دايما تبقى عامل حسابك أنا تمام يعني أنا تقبل خلصت أوراقي وخلصت كل الحاجات اللي مطلوبة مني وركنتها على جنب وقعدت استنيت جت بقى المقابلة أهلا وسهلا مجتش برضو أهلا وسهلا مش حقول لكم يعني مش فريق معي أو مش حايزا هتيجي لأ ماشي لو جت لي أنا حفرح بس لو مجت ليش أنا برضو يعني مقدرش أقول إن أنا حكتائب وحزعل وح يعني ححس إن الدنيا وقفت لأن أنا يعني مؤمنة إن النجاح جواي مش في المكان ولا في الفرصة ولا في الظروف ولا في أي حاجة وعشان كده برضو أنا بعمل لكم الفيديوهات بتاعة إزاي أقدم بنفسي وإزاي أعرف الشروط وإزاي أزبط الصورة بتاعتي بنفسي علشان يعني ما يبقاش موضوع التقديم على الهجرة ده موضوع مكلف علي ما هو لو أنا أسرة مثلا أربع خمس أفراد وبروح كل مرة أتصور في مكان بدفع فيه مبلغ قد كده وبروح أدي فلوس لمكتب عشان يقدمني فهو الموضوع قريدي تكلفة علي كل سنة لكن لو إنت يعني شفت شوية فيديوهات على النت وتعلمت إن إنت أتقدم لنفسك وحتى تصور الصورة يا جماعة والله حتى لو الصورة تصورت بالموبايل لو عندك بس إضاءة كويسة وصورت الصورة بموبايلك عادي جدا وما فيش أي مشكلة يعني حاولوا إن إنتوا تسهلوا الموضوع ده على نفسكم وإنتوا تقدموا بنفسكم علشان ما يبقاش الموضوع أصلا تكلفة وضغطة عليكم فتحسوا إن إنت كل سنة أنا حعمل كل ده وحتفع كل الفلوس دي وفي الآخر الموضوع ما بيجيش وإن شاء الله برضو يعني في التقديم الجاي حنزل لكم فيديو وتفصيلي إزاي إن إحنا نصور الصورة بنفسنا بالموبايل في البيت علشان خاطر الموضوع يبقى سهل وما يبقاش مكلف علينا فما يبقاش حاسين إن إحنا التقديم ده حاجة صعبة وحاجة لازم نعمل لها يعني حاجات كتير وفيه كان كلام إنه معرفش يعني لسه مش متأكدة منه بس كان فيه كلام إنه موضوع شرط الباسبور ده حيتلغي إنه لازم يبقى معاك باسبور عشان تقدم فبرضو دي حاجة حتكون موفرة لو حصلت يعني اللي عايز أقوله لكم إن فيه صورة دايما بتبقى أوسع للأمور إحنا مش بنبقى أوغدين بالنا منها علشان مش بتبقى أوتحلنا في ساعتها يعني إنت ممكن يعني تشوف السيناريو لو إنت كنت اتقابلت وجيه رحت عملت أوراق دفعت فلوس لفيت على مصالح حكومية قعدت تسأل وقعدت قلقان وقعدت مضغوط وتحاول تملاف الدي اس وياخد منك الموضوع وممكن كمان رحت المكتب ودفعت له فلوس كتير علشان تملاق الدي اس 206 وحد يخلص لك أوراقك ويترجمها لك وكل التفاصيل دي وبعدين يحصل حاجة زي ما حاصل من سنتين والسنة دي التالتة إنه المقابلات متأخرة وما فيش مقابلات وفيه ناس كتير جدا في السنة اللي فاتت واللي قبلها اتقابلوا وما سفروش إحنا عارفين إن في شهر 9 ده خلاص اللي ما عملش مقابلة وما يعني ما أخدش التأشيرة بتاعته خلاص حتبقى الهجرة راحت عليه وحيرجع تاني من الأول بقى لو هو حاطت الموضوع في دماغه قوي وحيرجع يقدم تاني من الأول فالفكرة إنه يعني لو أنت بسط للسيناريو ده إن انت بعد ما عملت كل التفاصيل دي تلاقي نفسك إن انت ما تقبلتش وإن الموضوع راح عليك كنت حتدايق جدا أكيد الموضوع كان بقى يعني ضغط نفسي وتوتر وقلق وبعد ما خلاص بقى اتقابلت وحسيت إن انت طموحك وقملك زاد قوي إن انت تسافر تلاقي نفسك فجأة كل ده راح بالإضافة بقى على تعبك ومجهودك وقلقك وفلوسك اللي انت دفعتها علشان تخلص كل الحاجات دي فلو أنت يعني بسط للموضوع يعني ممكن ربنا مقدر لك إن انت تتقابل في سنة تانية يبقى الموضوع فيها أسهل من كده وتبقى يعني الفوز ده سهل وأيصر إن انت تسافر فيه أو حتى ممكن ربنا مقدر لك إن انت تنجح ويحصل لك حاجة كويسة في حتة تانية في مكان تاني فما تحطوش إنه دايما هو ده الحاجة اللي هتخليني أنا كويس أو أنا مبسوط في حياتي أو حياتي هتبقى أحسن يعني مفيش شك إنه هو مجتمع أحسن وحياة أفضل وكل حاجة يعني مش هنجدب على بعض ونقول لا ده هنا أحسن وهناك مش عارفة إيه يعني أكيد كل مكان فيه يعني الحلو والوحش بتاعه بس كلنا متفقين إن فيه مزايا وفيه حاجات كتير إيجابية في الصفر لأمريكا يعني مفيش الناس بقى اللي هي مرتبطات يعني ببيئتها وبمكانها والكلام ده كله أصلا مش هتقدم على هجرة فمدم أنت بتقدم فإنت عندك التموح ده وعندك الفكرة دي إن انت عايز تسافر أو إن انت شايف في الصفر ده مزايا معينة فإحنا مش مختلفين على ده بس كل اللي أنا بقوله لكم إن إحنا يعني دي مش نهاية الدنيا ودي ده العادي يعني ده الحاجة العادية اللي إحنا نتوقع إن هي تحصل عايز أقول لكم على نقطة كمان جات في بالي كده وأنا بتكلم دلوقتي اللي سمع منكم عن قانون الجذب قانون الجذب اللي قرى بقى أكتب The Secret أو تفرج على الفيلم أو حتى سمع من ناس كتير دلوقتي بتتكلم في موضوع القانون الجذب والكلام ده قانون الجذب اللي هو أن أنا بتخيل حاجة بحط زي هدف قدامي وبحاول أن أنا أجذبه لي أجذبه لحياتي يعني أخليه يجي لحياتي من الحاجات اللي بتوقف الجذب هي حاجة اسمها التعلق يعني أن أنا أبقى متعلق بالهدف ده يعني حاسس أنه الهدف ده هو يعني أهم حاجة في الدنيا لا أنا مش هقدر يعيش من غيره أنا مش هينفع الحاجة دي ما تحصل ليش أن أنا أبقى حطت الموضوع في دماغي بالشكل ده بشكل تعلق مش هقول تعلق مرضي لأن التعلق كله مرضي يعني إحنا ما ينفعش نتعلق بحاجة بالشكل ده ما ينفعش يبقى فيه حاجة إحنا شايفينها أن هي إحنا ما نقدرش نعيش من غيرها إحنا ما نقدر نعيش من غير أي حاجة يعني إحنا كل يوم بنشوف في ناس يعني قارب الناس لها بتموتوا بيعيش وبعد كده آه بيتضيقوا بيتعبوا وبيحصل لهم يعني صدمات نفسية وكل حاجة بس بيعيشوا فما فيش جملة أنا ما قدرش عيش من غير كذا دي حاجة مش موجودة أصلا في الحياة وما ينفعش إن إحنا نقولها فعشان كده عايز أقول لكم أن أساسا دايما بنسمع ولو أنتوا موجودين في جروبس أو بتشوفوا ناس بيتكلموا من مهتمين بموضوع الهجرة والتقديم دايما بيتقال جملة إن اللي مش حطتها في دماغه هي اللي بتجيله وده ودي النقطة اللي أنا بقول لكم عليها يعني فكرة إن أنت تتعلق بالحاجة بالشكل الشديد ده دي من الحاجات من أسباب إن الحاجة دي ما تجيش يعني دي من يعني أنت ممكن تكون تعلقك إزاي ده هو سبب أصلا إن الحاجة ده ما تجلقش كفاية كده عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم لي وشكرا للناس اللي بتصق فيي وبتبعتلي رسائل وبتسألني وبعتذر جدا لو أنا بتأخر ساعات في الرد أنا والله عندي يعني ضغط كبير جدا في الوقت فيعني وقت ما بقدر إن أنا أرد برد وقت ما بكون عارفة كمان المعلومة يعني أنا مش أكيد مش مرجع مش عارفة كل حاجة أنا زي ما قلت لكم في البداية إن أنا بشارككم تجربتي يعني دي حاجة حصلت لي وأنا حسيت إن هي ممكن تفيد ناس تانية فحبيت إن أنا بس أشارك معاكم المعلومات اللي عندي فأكيد أنا ما عنديش كل المعلومات اللي في الدنيا وما فيش حد عنده كل المعلومات اللي في الدنيا فشكرا إن أنتو يعني بتصقوا فيي وإن أنتو بتبعتوا تسألوني وبعتذر على أي تقصير أو أي تأخير أو أي معلومة مش بتكون عندي وبقدرش أفدكم بتمنى لكم يا رب التوفيق والنجاح وكل حاجة بتتمنوها تحصل لكم ودايما يا رب كده مبسوطين وسعدة وما تزعلوش أبدا